ترأى سامعالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفدى مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع التاسع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخالج العربية والذي عقد اليوم في مدينة مصقط بسلطنة عمان الشقيقة وخلال الاجتماع أكد معالي على اهتمام مملكة البحرين في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعزيز أفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يحقق أمال وتطلعات أبناء مجلس التعاون الخليجي وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة في مختلف المجالات بما يعزز القدرات على مواجهة الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كما أعرب معالي عن الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على استضافتها أعمال الاجتماع التاسع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون والاطلاع على آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر